تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس عشرين فلاثة وعشرين أكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزراء المعنية استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة وتكريساً لدور هذا المحفل الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة كما أشار مدبولي إلى انتهاء مرحلة الأولى من الحوار الوطني السلاسة للحوار